أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة تكسيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب على قطع غزة بما يضع حدا للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهل القطاع ويحول دون توسع الصراع وامتداده وخلال استقباله وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري شدد الرئيس السيسي على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية والأمنية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري برئاسة السانتر جيري موران عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوفد الأمريكي أكد أن زيارته تأتي في إطار الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر منوهين إلى إسهامها الكبير كركيزة للاستقرار الإقليمي وتقديرهم للجهود المصرية لإرساء السلام والأمن بالمنطقة لافتين في هذا الصياق إلى الدور المصري الجوهري في دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى بالإضافة إلى الجهود الهائلة التي بذلتها مصر وما زالت تطلع بها لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة معربين عن بالغ الشكر والتقدير لدور مصر والقيادة المصرية في هذا الصدد وقد شهد اللقاء حواراً معمقاً حول مجمل الأوضاع الإقليمية أكد خلاله السيد الرئيس ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب بما يضع حداً للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده مشدداً على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية وتدعياتها الإنسانية والأمنية كما شدد السيد الرئيس على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة ترجمة نانسي قنقر